السلام عليكم اخوتي اخواتي جرتني بزاف ديال الطالبات حالي ما قسمي معنا الخبز ديال المقلة على بركة الله انا حطيتها هنا غير بروفيزوار ماشية ديال بلاستان انا غدي نقسم معكم الخبز ديال المقلة هنا عندي القمح هنا عندي لفاغير عندي الملحة وعندي الخميرة الفورية انا كنعملها فاض قريعة كنخوي عليها المسخون نبدأ بالخميرة هيا اللي ولا بسم الله وهذا الشي اللي بقى هنا كنزيدو علين ما باش كنزيدوه هنا ولا البنات انا غنعمل القمح ديالي حيث كان في الملكم مشي سهل هنا غدي نعمل الملحة خويت الفورس على ود هدي الليد لي صريح خويتو بليد لي منيا البنات انا كنعمل واحد المعلقة ديالة العسل انا سديتها البنات وكنعملو هادي هادي كنعملو هاي لابغين نزيدوشي جميعا من هنا بريمور غريمور تيقوبيا تستاهل كثير من 100 الهر انا خلصتها بسيكرونت انا عانا نخدمها جميعا انترمى البنات من اللي كتتعجن وكتجمع كنزيد واحد طيفة الزبدا القاقه الزبدة لن أجهد المشينا البنات لأنه يجب فيها الفيتس العجينة تكون مطلوقة سوف نجعلها تخمر الزبدة حتى يتم تحضير ماء سؤال الخبز و من فوق يحفظ مرض نار تحتوي على مجمد زبدة نضيف خبزة كبيرة ونقوم بعمل خبزة صغيرة نضيف خبزة كبيرة نضيف خبزة كبيرة نضيف خبزة كبيرة الفقائعة، نغطي جوجة في دقب Burke نضيف الخبز نضيف الخبز سوف نضيف ورق الزبدة طاـط окر سوف نضيفه تمثيل جهة طاـقي هنتم البنات هذه الخبزة الأولى نعرفه حال يمشخ تغير من درجة ينتهي بالتعذب الماء الذي يكون سيكون وكتبع إلى الأغلى سنكمل ونعرفه يا أشياء في التلفونات لا يجبسي بثلاثة الماء نكمل معكم الخبزة الأخرى المقلعة الثانية حيتها من العافية من الهير وعملتها هنا الزيت طيب واحد شوية من الجهة الخواة ونرجع لكم هذه الخبيزات سمعة قرمشة من الفوق هذه الخبيزات طابة نضعهم كي يبردون ونقطعهم لكم ونوريكم الجهة بجوج سخون واحد شوية انا معك نسكي سوني وعليه في التليفون مشيت للتليفون وخليتها شوية حمارت لي معليش هانتوما انا غدي نقطعها لكم وتشوفوها ان شاء الله هاد الخبزة البنات هوا كي يجين فش فش هانتوما هاد الخبزة البنات بغيت تعمليه في الكنجيلاتور الى حتاجتي ولا شي حاجة ولا باتي لابات انا غدي نوريكم ديال الباب بقلية واحد طايف كيفاش كي يصبح هانتوما البنات هاد ديال البارح كنت وريت وليكم هانتوما كي باقي هانتوما مشي الخبز كي تفرتت ولا كتر يعني كتقطع طايفة الخبز هانتوما الخبز من الداخل مش فنج ومشي داك الخبز اللي كي يبردو كي ولي كي تفرتت هاد نقطع لكم هادي تشوفوها هانتوما بسم الله سمعتوا التقاميشة غا سخونة البنات هانتوما تشوفوه مباشرة هانتوما الخبز يعني اختي العزيزة مع ما نشعلت الفرع ديال الدار على قبل جوج ديال الخبزات دائما استسمح باللاتي دائما اختي العزيزة انا الخبز ديال لكانت بقى نصوه بخبزة ولا جوج ولا كان مثلا هادو بغيت نخرج منهم وربعات الخبزات صغار اختي في المقلة خبز ديال المقلة هانتوما الخبز سخونة لا تبخلوش علينا باللايك واجربوها وفي المقلة اختي العزيزة وما يكملش نساعة المقنة كي يطيبو الخبزات بجوج غي هي حاجة ورق المطبخ ولا بدة ما كان عملوهم الفوق وكان غطيوه والعافية مهيلة وراس ديال البوطة يكون كبير اذا كان عند كاريوس ديال البوطة صغار هتعملي مقلة صغار وتعملي مثلا اربعات الخبزات صغار احبوكم في الله السلام عليكم اشتركوا في القناة